اشتركوا في القناة او التوجيهي استعمال تكنولوجيا في الصف طبعا اللي بيميز هاي الفقرة انه كل فقرة بتحكي عن تكنولوجيا محددة يعني اي سؤال بيجي انا لازم ما اطلع عن الفقرة الاساسية تبعت السؤال طبعا هاي هي الفقرة او شرحها بالعربي اللي بدي حاب ياخد صورة بس انا رح اشرحها جزء جزء واخر الفيديو رح احط انا اللي هو الاسئلة الوزارية المقترحة على هاي القطعة الفقرة الاولى واللي هاي المقدمة استعمال التكنولوجيا في اصف يحب الشباب التعلم وخاصة اذا قدمنا لهم الشرح بطريقة ممتعة ومثيرة للتحدي اليوم سوف نلقي محاضرة حول كيفية استخدام التكنولوجيا في غرف الصفوف الاردنية طبعا رح كل فقرة بعد هيك تيجي عندنا معلومة محددة ما تطلعوا عن الفقرة here are some idea وإليكم بعض الافكار many classroom now الكثير من الصفوف الان using a white board بيستخدموا اللوحة الابيض او اللوحة المغناطيسة as a computer screen كشاشة computer as a sequence teacher can show website الاساتز او المدرسين بيعرضوا عليها المواقع الالكترونية in the front of the class في امام الصف teacher can then use the internet بيستخدم المعلمين الانترنت to show اللي يظهروا او اللي يعرضوا educational program برامج دالمية play educational game العاب الالكترونية recording of language وتسجيلات موسيقى وتسجيلات لغوية and so on وإلى آخرة طبعا هاي الفقرة بتحكي عن الwhite board فأي سؤال بيجي وزاري عن الwhite board بس احنا بنركز على فقرة الwhite board ما بنطلع على اي فقرة ثانية بس بنركز على هاي الفقرة وايه اهم اشي في الفقرة اللي هو اخر سطرين لان حط علينا خطين احمر انها بتحكي عن بيعيش نستخدم الwhite board الفقرة البعض ديها طبعا انا عب حط دائرة على الفكرة الرئيسية في الفقرة in the same country في معظم الدول tablet computer اللي هو اللوحة الكمبيوتر اللي اسمه tablet computers are available for students to use in class متوفر للطلاب ليستخدموا في الصف therefore لذلك student can use the tablet بيستخدم طلاب tablet to do tasks such as اللي حل واجباتهم او مهامهم مثل showing photograph مثل عرض الصور rotation information وبحث عن المعلومات recording interviews تسجيل مقابلات and greeting diagram اللي هي عمل رسومات بيانية tablet is ideal for pair and group work والكمبيوتر اللوحي هو جهاز مثالي لعمل الثنائي الجماعي طبعا هاي الفقرة بتحكي عن التابلت فزي ما حكيت انا دي حط دائرة على التابلت انه من انا كسؤالي ما بيطلع عن الفقرة اللي بيسأل عنها في الامتحان فاذا سأل عن التابلت انا ببركز على فقرة التابلت فقط وعلى شريحة ومن عند the tablet to do the task هي استخدامات التابلت teacher can perhaps ask their student to start writing a blog اللي هي المذكرة الالكترونية او مدونة الالكترونية on online diary هاي المعناها in english either about their own lives هي بتحكي عن حياتهم الشخصية or as if they were someone famous او عن اي شخص مشهور او اشخاص مشهورين they can also grade a website وممكنهم ايضا عمل مواقع الالكترونية so for example they can post work يعني مثال على ذلك اللي هو نشر الصور and messages والرسائل والمواقع الالكترونية على البلوغ البلوغ اللي هي المذكرة الالكترونية اللي ممكن انا اتشارك فيها اشياء الخاصة او عن اشياء مشهورة للطلاب طبعا المين اي دي عندي البلوغ اللي هي المذكرة الالكترونية حط عليها دائرة واللي حط عليها خط اللي هي استخدامات البلوغ المذكرة اللي بنشر على صور المسجات والاعمال اللي ممكن اتشارك فيها بين الطلاب طبعا المرة الرابعة انا بحكي ما اطلع عن الفقرة اللي انا بشرح عنها معظم الشباب بتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي social media مهم جدا by which they send each other فوتوبرسل لبعض صور and messages رسائل via the internet عبر الانترنت some students like to send messages that are under 140 letters يعني بتكون رسالة عبر عن 140 حرف for anyone to read لأي شخص يقرأها teacher can ask student to summarize المدرسين بيطلبوا من الطلاب summarize تلخيص information معلومات about what they have learned and شو لتعلموا في الصف in the same way بنفس الطريقة if student learn to summarize يقولك لي إذا الطلاب تتعلموا ونلخصوا بشكل أسرع they will be able to use this skill in the future رسيستخدم وهاي سيتمكرون من استخدام هذه المهارات في المستقبل الفكرة الرئيسية من هاي الفقرة اللي هي social media طبعا إحنا حكينا للمرة الألف إنه كل فقرة لها موضوع معين أو فكرة رئيسية معينة ما بطلع أنا عنها ممكن في الوزارة يسألني عن summarize اللي هو التلخيص وشو هدف التلخيص شو بيعمل التلخيص للأطفال بينما مهارات من زي حكينا فركزوا عكل فقرة we all like to send email don't we email change اللي هي تبادل الإميلات الفكرة الرئيسية الموجودة عندي بهاي الفقرة are very useful in the classroom مفيد جدا في الصحاب teacher can ask student to email what they have learned المدرسين بطلوا من الطلاب إرسال ما تعلمه إلكترونيا of a similar age لنفس العمر الصاف at another school لمدارس أخرى they could even email student in another country ممكن يرسلوها لطلاب في بلد آخر as a result ونتيجة لذلك the student can then share information and help each other ونتيجة لذلك يستطيع الطلاب وقتها مشاركة معلوماتهم ومساعدة بعضهم بالواجبات هاي أهم جزء فيها اللي هي email exchange اللي هي تبادل المعلومات وشو بيعمل لما الطلاب يتبادل المعلومات بنفس العمر وبنفس الصف بينهم وبين مدن أخرى أو دول أخرى مهم بيستفيدوا أكثر طبعا لازم نركز على كل فكرة رئيسية وكل فقرة بتحكي عنها السؤال رح ييجي فيه الفكرة الرئيسية مثل email exchange والمعلومات الأخيرة هي المعلومات اللي أنا رح أكتبها بجواب على أي سؤال وزاري هاي الفقرة سهلة جدا طريقة أخرى للتواصل مع المدارس هي عبر التحدث إلى الناس عبر الحاسوب ومعظم الحاسوب تمتلك الكاميرا نستطيع رؤية الناس الذين نتحدث إليهم في هذه الطريقة الطلاب الذين يدرسون الإنجليزية في الأردن يستطيع رؤية ما يفعله الطلاب في بريطانيا في صفوفهم أثناء الحديث إليهم في نفس هذه الطريقة أو هذا النظام ندعو ضيف يعطي محاضرات عبر الحاسوب مثال عليها العلماء أو معلمين من دول أخرى يمكنك دعو حصص لمحاضرات للصف إذا عندك نوع من هاي الحصص أو المحاضرات سيكون الطلاب متحمسين كثيرا في هذه نوع من أنواع الحصص اللي هي عن طريق الكمبيوتر والكاميرا من دولة لدولة أخرى طبعا المين آدي هي التحدث عبر الكاميرا موس كمبيوتر هاب كاميرا يعني إذا أجل السؤال في هذه الجملة لازم أنا ما أطلع عن الفقرة اللي بتحكي عنها هاي القطع student often use computer at home استخدم الطلاب غالب من الحواسيب if they have them إذا كانوا يمتلكونها student can use social media on their computer بيستخدم الطلبة وسائل للتواصل الاجتماعي من الحواسيبهم لمساعدتهم في دراستهم including asking other student to check and compare their work عبر الطلب من الطلبة الآخرين تفقد ومقارنة أعمالهم asking question طرح أسئلة and sharing audio ومشاركة الأفكار the teacher must be part لازم يكون الأستاذ أو المدرس part of the group جزء من المجموعة to monitor what is happening ليشرف على ماذا يحدث في المجموعة الدراسية طبعا هاي الفقرة تتركز على استخدام الكمبيوتر في المنزل طبعا نحسر حنعرض الأسئلة الوزارية المقترحة وأجوبتها فتابعونا وأكتب وأجوبتكم أنتو بالأساس وبعدين جاوبوا للأسئلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر